الآن يسرنا أن ننتقل عبر الفيس تايم إلى سعادة السفيرة ريم الخالد سفير دولة الكويت لدى كندا بداية سعادة السفيرة ريم الخالد حيات شاء الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت ولو تكلمينا عن تفاصيل خطة إجلاء المواطنيين الكويتين من كندا إلى دولة الكويت والتي جاءت بنا على توجيهات حضرة راحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعا مساكم الله بالخير أختي مشاعر أولا مبارك عليكم الشهر وعساكم من عوادة منذ ما تفضلتي بناء على غربة حضرة صاحب السمو الله يحفظه بأن ابناء في الخارج يعودون إلى أرض الوطن الغالي وبناء على توجيهات من معالي وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية قمنا بخطة إجلاء على عدة مراحل بدأت هذه الخطة منذ منتصف شهر مارس وذلك بتشكيل لجنة الطوارئ وحصر أعداد كل المواطنين والطلبة والأطباء المتواجدين في كندا مثل ما أنت عارفة كندا قارة كبيرة بالمساحة تأتي بالمرتبة الثانية بعد روسيا وهي متراملة الأطراف وفيها عشر مقاطعات ما بين الغرب والوسط والشرق فبعد ما تم حصر الأسماء تم التواصل مع جميع المواطنين وجميع الطلبة والأطباء وبالتالي وضع خطة مناسبة لعملية الإجلاء بداية من اختيار المدينة التي سيتم منها الإجلاء وهي مدينة مونتريال تبعد تقريبا ساعتين عن العاصمة أوتوى ومن ثم أيضا توفير وسائل النقل الداخلي عبر طائرات من المقاطعات التي يفضل فيها المواطنين والطلبة والأطباء بحيث يتم تخصيص فندقين لهم بداية في العاصمة أوتوى للقاطنين في أوتوى وأيضا لنقل كافة المواطنين والطلبة إلى مدينة مونتريال وتخصيص الفندقين فندق كامل مخصص لهم وقسمناهم إلى فنادق للطلبة الشباب وإلى الطالبات وأيضا العائلات فضلي نعم إذن هذه هي خطة الطوارئ التي قمتم بعملها سعاد السفيرة وودنا نتكلم بشكل عام الخدمات التي تقدمها سفارة دولة الكويت في كندا للمواطنين الكويتين طبعا الجهود التي قامت فيها السفارة جهود جدا جبارة وبفريق مشكل من طواقم دبلوماسية ومحلية لتقديم كل ما يحتاج المواطن والطالب المتواجد في كندا بكل المقاطعات بداية من خلال خطة الإجلاء تم توفير سلات وقائية مكونة من معقمات وكمامات وقفازات لكافة المواطنين أيضا وفرت مواصلات باصات تنقل المواطنين من العاصمة أوتوى إلى مونتريال كل هذه الخدمات التي توفرها أيضا وفرت عيادة طبية متواجدة في الفندق لفحص لأي مواطن يحتاج إلى عناية طبية وأيضا وفرت مواصلات من الفنادق إن شاء الله في أيام المخصصة للإجلاء إن شاء الله من يوم 30 إبريل إلى 2 مايو خصصت مواصلات وفرتها للمواطنين والطلبة إن شاء الله الذين سيتم إجلاءهم من الفنادق إلى المطار سعد سفيرة ماذا عن ألية التعاون مع السلطات الكندية بالنسبة للمواطنين الكويتين المتواجدين هناك؟ هذا السؤال جيد حلول أن فعلا هي عملية كبيرة وتحتاج إلى تفاصيل كثيرة بداية بالتواصل مع وزارة الهجرة التواصل مع وزارة الخارجية الكندية التواصل أيضا مع سلطات المطار لتوفير كل ما تحتاجه عملية الإجلاء وانت عارفة أن الآن المطارات تعمل بطاقة استيعابية 10% عن السابق فاللي كان بالسابق المطارات تعمل بكامل طاقتها الآن أصبح تعمل بقدراتها المحدودة فبالتالي علينا إحنا لابد أن نوفر الإرشادات الخاصة بالسفر اللي تطلع من الطيران المدني والجهات المعنية بالكويت وزارة الصحة لازم تكون الجهات الكندية على دراية بهذه الإرشادات لابد أيضا طريقة تنظيم الباصات والمواصلات وشلون انطبق مسألة التباعد الاجتماعي أيضا داخل الباصات فحتى في الطائرات يكون فيها الحرص على مسألة التباعد الاجتماعي كيف يتحرك الركاب أو المواطنين هذه كلها إجراءات لا بد أن ننسق فيها مع كل السلطات المحلية والطيران لأن طيران الاتحاد اللي تم تخصيصه للمواطنين لإجلاؤهم من كندا عادة ما يطير إلى مونتريال عادة طيرانه يكون إلى مدينة تورونتو فإحنا غيرنا تماما الوجهة وحطيناها في مونتريال لأننا فقط متواجدين كسفارة في أوتوا فبالنسبة لنا هذا سيسهل علينا عملية التواصل والإجلاء من مدينة مونتريال سعادة السفيرة قواكم الله في ختام هذا اللقاء حابة توجهين رسالة معينة أو كلمة أخيرة شكراً اختي مشاعر على أني عطيتيني الفرصة لتوجيه رسالة أولاً رسالة اللي أوجهها إلى المواطنين والطلبة بشعورهم العالي وإحساسهم الكبير بالمسؤولية تواصلهم معنا وتسجيلهم في تطبيق منصة انتظامهم في مسألة الإجلاء أمانة هذا يشعرني بالفخر ويعطيني مزيد من الأطمئنان لعملية إن شاء الله الإجلاء اللي رح تتم إن شاء الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى رمين يا رب العالمين إن شاء الله يصلون بالسلامة كل الشكر لسعادة السفيرة ترجمة نانسي قنقر